موجز أخبار التناصح أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تسلم من أحي بدل الإيجار للأسر النازحة من منطقة مرزق وقالت الوزارة عبر صفحتها إن حكومة الوحدة الوطنية أولت الأسر النازحة من مختلف المناطق الرعاية والاهتمام في مسعى منها للتخفيف من معاناتهم أمهلت إدارة إنفاذ القانون أصحاب المنازل المقامة بالمخالفة على أرض مشروع الأبقار بالقربولي 48 ساعة لإخلائها ثم البدء في إزالتها تنفيذا لتعليمات النائب العام انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم أستاذ القانون الدولي الدكتور سامي الأطرش إثر مرض عضال عن عمر ناهز 73 عاما وعرف عن الأستاذ الدكتور سامي الأطرش الكفاءة والنزاهة والمهنية والدفاع عن الحقوق والحريات وعن ثورة فبراير وقد كان الفقيد أحد المستشارين القانونيين لرابطة ضحايا ترهونه اشتركوا في القناة